المخدرات في العراق فقد أكد أن العراق تحول إلى مخزن تصدير تستخدمه مافيات المخدرات مستفيدة من ثغرات واسعة في حدود مفتوحة وغير محروسة مع إيران وقال المكتب أن العصابات الإيرانية والأفغانية تستخدم الحدود الشرقية التي تربط العراق مع إيران في تهريب المخدرات من منطقة أوسط آسيا أما مستشفى ابن رشد المستشفى الوحيد في العراق لمعالجة حالات الإدمان من المخدرات فقد أكد أن أعداد المدمنين بعد سقوط النظام السابق تزايدت بنسبة 70% وأن الوضع العام للإدمان في العراق بات أكثر انتشارا من ذقب انتشار المخدرات في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية كيف تحول العراق من دولة شبه خالية من المخدرات إلى دولة موبوءة بهذه الآفة الخطيرة خلال 15 سنة فقط وما هي مساهمة الفساد الحكومي وهيمنة الميليشيات الطائفية وفرق الموت في اتساع هذه الظاهرة الخطيرة وهل فعلا ثم تعجز حكومي في التصدي لتجارة المخدرات وترويجها أم أن القضية تتعلق بتواطئ ومشاركة في التجار بها وما هي علاقة الفقر والبطالة باتساع هذه الظاهرة وانتشارها في صفوف المجتمع لا سيما شريحة المراهقين والشباب ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني عبد الرحيم هودي أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في ظاهرة انتشار المخدرات في العراق ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والعلام فيية علماء المسلمين وسيكون معنا عبر سكايب من عمان الباحث الاجتماعي الأستاذ عبد الرحيم هودي مرحبا بالضيوف الكرام جميعا أياكم الله طبعا قبل النقاش في هذه الحلقة نشاهد هذا الفيديو أو التقرير المصور بالإحصائيات والأرقام عن المخدرات في العراق ثم نعود لإكمال النقاش اشتركوا في القناة 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 اهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في ظاهرة المخدرات في العراق نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي كالعادة دكتور كيف تحول العراق من دولة شبه نظيفة خالية من المخدرات على مستوى التعاطي والاتجار وما إلى ذلك قبل عام 2003 وخلال خمسة عشر سنة إلى الدولة موبوءة بهذه الآفة مجتمع فريسة لهذه الآفة وخاصة شريحة المراهقين والشباب والشراح الاجتماعية الفقيرة أو المعوزة يعني فترة قصيرة تحول عراق إلى دولة مصابة بالمخدرات بهذا الشكل الكبير والمخيف وفق التقارير حكومية ودولية طبعا بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن أجيبك على هذا السؤال أريد أن أعرج على التقارير الذي أرضتمه قبل قليل نعم نتحدث عن نحو 30% من الشعب العراقي يتعاطون المخدرات الآن نعم 30% يعني ربع الشعب الآخر ثلث الشعب العراقي ثلث الشعب العراقي الآن يتعاطون هذا رقم مخيف كان حجم التداول أو تعاطي المخدرات في العراق صفر نعم أن يصل إلى هذا الحجم صفر نعم نعم في السبعينات والثمانينات كان صفر وبشهادة الأمم المتحدة وشهادة منظمات دولية كانت صفر العراق بلد خالي من المخدرات نعم وكان من البلدان القليلة في العالم الخالي من المخدرات الآن عندما تصل الحالة إلى هذه هناك خلل كبير هناك انفلات أولا أخلاقي ديني ديني قبل كل شيء وأخلاقي هناك أزمة اجتماعية كبيرة جدا جدا هذه التعاطي بالمخدرات ليست أزمة صحة يعني ليست أزمة كيف بين هلالينا يمكن معالجة المتعاطي صحيا وتنتهي لا هذه أزمة تمس المجتمع هذه ضائعة هذه تحلقة بقضية التراف أو كيف وإنما ردت فعل على أوضاع هذه كارثة كبيرة حلت بالمجتمع هذه جزء من قضية تخريب بلد تخريب مجتمع أن تصل المخدرات إلى هذا الحجب بلدان تنهار لا تبقى قيم لا تبقى توجهات عندما تحدثني عن القوى الأمنية التي هي واجبات أن تحفظ الأمن والقوى العسكرية تحفظ الأمن وتضبط حدود البلد من كل ثلاثة واحد يتعاطى المخدرات هذه كارثة كبيرة جدا جدا كيف يمكن للشعب أن يثق بقوة أمنية فيها ناس يتعاطون المخدرات هذه المخدرات تفقد العقد تفقد الإنسان إحساسه عقله رؤيته بصره هذه تستعملها كثير من الدول الاستعمارية تشيع الأفيون وكثير من هذه المسميات للمخدرات تشيعها في بلدان كثيرة وتشجع عليها أداة من أدوات الحرب الضبط هذا ما الآن أنت بدل أن الآن لو تأتي للعراق وهذه من الغرائب الآن في زمن في زمن هذا الزمن العجيب الزمن الرديء هذا اللي موجود في العراق الآن أراضي هل تعتقد أنه المخدرات إشاعتها وترويجها ونشرها أسلوب من أساليب الحرب على العراق مجتمعا ودولة أم هي نتيجة انفلات وفوضى وضعف وهشاشة في أطر السلطة أجهزة السلطة أبدا يعني حتى إذا لو كانت هشاشة في أطر السلطة الأطر التنفيذية لنقول هكذا لكن سلطة القوانين القوانين الآن اللي موجودة عندما تلاحظ القوانين كيف تنظر إلى المخدرات ما هي العقوبات التي التي تضاحها على متعاطية أو متاجر من المخدرات عقوبات لا شيء لا تساوي شيئا التجارة المخدرات الآن تأتي وباعتراف الوكالة الدولية للسيطرة على تجارة المخدرات تعترف أن في العراق فوضى كبيرة حدودة مفتوحة وبالذات حدودة الشرقية مع إيران كل المخدرات الآن تأتي من أفغانستان إلى إيران وتدخل وتدخل عن طريق من؟ تدخل عن ميليشيات تابعة لإيران تنقل هذه المخدرات تتاجر بها تكسب الأموال تخدر الشعب سنتحدث أيضا عن دور الفساد الحكومي والميليشيات في ترويجها قضية لها أبعاد سياسية أبعاد تخريبية واضحة جدا جدا عندما حضرتك يوم تحدثت في المقدمة وأشرت إلى تقارير تحدث أن هذه واحدة من أساليب القتل للعراقيين واحدة من أشد لا تفرق عن البندقين دارة المكافحة المخدرات لا تفرق عن البندقين لتضرب الطلقات وتقتل الناس المخدرات أيضا تقتل الشباب وتستهدف هذه الشباب الآن التقارير لدينا في العراق مستشفى واحدة فقط تعالجها اللي هي بالرشد ومديرها يتحدث عن 75% من المتعاط الآن زادت النسبة 75% من عام 2003 لحد الآن والنسبة أكبر من هذا بكثير لكن لا حد يستطيع الحديث عنها طبعا أيضا دكتور هناك طبعا وفق التقرير أن الحكومة تحاول أيضا تخفيض عدد الأرقام وأيضا هنا قضية متعلقة لأسباب اجتماعية المدمنين أيضا هناك شعور بالعيب أو الخزي أنه يذهبون إلى المستشفيات والأرقام أعلى من يتحدثون الآن عن أطفال تحدثنا في حلقات سابقة ربما في حلقة كنا نتحدث عن الطفولة تحدثنا عن أكثر من مليون مشرت في الشوارع هؤلاء غالبيتهم يتعاطون المخدرات يعني ومخدرات بداية الصنع وهذه قاتلة جدا نعم يعني وفي تقارير صحية ويتحدث عنها مدير مستشفى بالرشهدي يقول أنه يعني يتعاطون البنزين والتنر وهذه القضايا يشموها ويؤدي إلى الخدر الكبير ويؤدي إلى أعمار من 14 وتحت وهذا ما ذكر عضو مجلس محافظة ميسان من 15 سنة إلى 35 هم الشريحة الأعلى لتناول المخدرات راه البزوني وربما يعني علينا التأكيد الآن وهي قضية سياسية والغرض منها تخريب ويعني إلهاء الشعب تماما عن كل القضايا أن المحافظات الجنوبية هي أكثر المحافظات عرضة لهذه الآفة الكبيرة لهذه الآفة الخطيرة وكل الحدود مفتوحة من إيران لنقل هذه المخدرات والعراق صار مركزا سنتحدث دكتور عن قضية المحافظات الجنوبية لماذا تنتشر فيها القضية المخدرات يعني هي الأعلى من بين المحافظات الأخرى دكتور عبد الحميد العاني يعني هذه الظاهرة الآن تساحة بشكل هذا الخطير وهناك تحذيرات من استمرار هذه الظاهرة وتوسحها وتفاقمها وربما هناك حديث عن الخروج عن السيطرة القضية تتعلق أيضا بخلل في حزمة القوانين كما ذكر دكتور رافع ليس هناك من قوانين رادعة لمن يتعاطى المخدرات أو يتاجر بها أم أيضا القضية متعلقة بالتحصينات الهشة للمجتمع في المنظومة الدينية الأخلاقية القيامية لذلك هذه الآفة افترست المجتمع بسهولة بسبب ضعف تحصيناتها بسم الله الرحمن الرحيم فعلا الأرقام مثلما ذكر الدكتور مرعبة ومخيفة جدا وتنبي أنه الكارثة القادمة ربما إذا استمر الحال على ما هو عليه ستكون أكبر من هذا بكثير هذا تقرير أم المتحدة في العشر السنوات المجتمع في حال تكون في حالة انهيار نعم يعني انقفز من الصفر إلى ثلاثين بالمئة نعم ومن المجتمع والشباب هم العمدة في هذا هذلك حرب مثلما ذا أشار الدكتور حرب موجهة ضد الشعب العراقي وأحد وسائل هذه الحرب هو هذه الآفة هذا السرطان الذي ينتشر هنا نحن يجب أن ننبه إلى قضية مهمة جدا وهو أنه هذا الرقم الكبير لن يقف عند هذا الحد إذا بقي الانفلات على ما هو عليه وبقي الإهمال وبقيت نفس الأسباب الموجودة الآن نحن نتحدث أو سألت عن ما هو السبب هناك عدة عوامل كثيرة جدا أشار الدكتور إلى القوانين منها لكنه هناك عوامل أخرى العامل الأول وهو أنه الجهة الموجهة لهذه الحرب التي تقوم بتعمد نشر هذه المخدرات في المجتمع العراقي يعني هناك جزء محسم أن القضية حرب منهجة ومخطط لها وليست قضية صدفة أو قضية تعلق بظروف البلد لأنه دائما أي جريمة يبحث عن المستفيد هنا فهنا المستفيد هو المستفيد هم الذين يريدون تدمير العراقي ويريدون نهب ثرواته ويريدون احتلاله وهو المشروع الاحتلالي الأمريكي بالتخادم مع المشروع الإيراني وحينما ننظر ونقرأ التقارير من المسؤول عن هذه المخدرات دخولها والمتاجرة بها ونشرها ومن أين تأتي إذن ستلتقي هذه الأرقام وهذه المعلومات ستتقاطع مع ذات النتيجة وهي أنه إيران التي تقوم بكل الأساليب الأخرى فهنا إذا لم يكن هناك حزم وصد مثل هذه الهجوم سيبقى الأمر على ما هو عليه الجانب التنفيذي اللي هو القانون فضلا عن أن القانون هش أين صد الاجتماع دكتور أين صد القيامي لعراف هذا أمر سنتكلم عنه الأمر الآخر اللي هو فضلا عن هشاشة القوانين من الذي ينفذ هذه القوانين أيضا على هشاشتها إذا كان المنفذ لهذه القوانين وهي الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية متهمة أولا قسم كبير منها المشاركة في نشرها والترويج لها والاتجار بها وقسم الآخر منهم مشارك بتعاطيها كما ذكرت التقارير الموثقة في هذا يبقى عامل اللي هو الحصانة الاجتماعية والثقافة والدين هذا أيضا نحن نعيش في العراق هز عنيفة أحلى على كل المستويات هذه الهزة العنيفة كان لها كبير الأثر في انخفاض مستوى الوعي نحن نعلم أنه أيضا المدارس كان لها دور في التوعي وفي نشر الثقافة والعلم يعني هناك علاقة تبادلية بين زيادة الوعي والتعليم التعليم إذا زاد يكون هناك نوع من الوعي يكون أيضا حصانة لدى الأفراد والمجتمع من هذا الشيء الآن لا يوجد تعليم حقيقي وربما المدارس باتت بؤر كما تذكر التقارير لنشر هذه المخدرات وأماكن لترويجها بين أبنائنا ومرافق وكما اعترف بذلك حاكم الزامل وسيأتي أيضا في مقطع فيديو على السلة السياسيين السياسيون الذين يقومون بالتغطي على مثل هذه الجرائن ونشرها وغير ذلك يبقى من عندك؟ يبقى المثقفون أو القادة الفكري والعلماء علماء الديني وهنا ربما ذكرنا في أيضا في حلقات أقرى سابقة أن هؤلاء ممنوعون من الكلام في الكثير من القضايا لأنه هناك تكميم للأفواه وهناك أصبحت بالمناسبة يعني نحن نعيش في ظل تجربة كما يسمى أن الأحزاب الإسلامية هي المسيطرة للأسف أصبحت الأحزاب الإسلامية دورها منحصر في قضية الحفاظ على الكراسي يعني الأحزاب الإسلامية الموجودة اليوم لا يعمل فيها إلا مكتبها السياسي في الترويج لنفسها والانتخابات والحصول على الكراسي فقط نعم نتحول إلى عمان مع الباحث الاجتماعي الأستاذ عبد الرحيم هودي أولا مساء الخير أستاذ عبد الرحيم مساء الخير حياك الله سيدي الكريم أهلا وسهلا نتحدث عن ظاهرة المخدرات وخطورتها وانتشارها برأيك ما هي الأسباب الحقيقية تحدثنا عن أسباب يعني غير مباشرة نتحدث عن أسباب المباشرة لانتشار ظاهرة المخدرات وتفاقمها وتوسحها بهذا الشكل الكبير والخطير وفق تقارير العراقية وتقارير دولية لا سيما وهي تعصف بشريحة المراهقين والشباب ما هي أسبابها المباشرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تحيتي لكم سيدي الكريم ولغيوفك الكرام الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني وتحيتي للمشاهدين الكرام ولقناتكم الحرة المجاهدة المدافعة عن الطيف العراقي عن كل العراقيين دون تميز الحقيقة سيدي الكريم المعروف والثابت أن العراق كان على مر العصور الحديثة كان خاليا من مشكلة المخدرات وعلى مر العهود الحكم الوطني منذ قيام المملكة العراقية عام 1921 ولغاية حصول الاحتلال عام 2003 لكن المتتبع لهذا الشأن يلاحظ أيضا أنه لغاية عام 96 لم تسجل حالات اتجار بالعراق سوى حالتين فقط غاية عام 91 هذا الأمان وهذا البلد الذي كان خاليا من المخدرات لم يأتي من اعتباط ولم يأتي بالعمر السهل وإنما أتى من حرص الحكومات الوطنية السابقة على حماية الوطن وحماية الشعب من هذه الآفة القضية هذا واضح ذا سمحلت السيد عبد الرحيم تحدث عنه الضيفان هنا دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد عن قضية الخلفية التاريخية الآن هذه الظاهرة المخدرات أصبحت ظاهرة هناك من يتحدث أنها أصبحت خارج حتى السيطرة الحكومة ربما فات القطار في السيطرة على قضية الظاهرة الأسباب المباشرة تحدث الضيفان عن أسباب تتعلق بأسباب سياسية اجتماعية قضية اقتصادية أسباب مباشرة للجوء المراهقين والشباب إلى طريق المخدرات لماذا؟ قد يلجأ المراهق إلى المخدرات لأسباب كثيرة منها قلة الوعي قلة الوازع الديني منها قلة متابعة الوالدين وانشغالهم بأمور الحياة وتعرف الحياة العصيبة المرة التي يعيشها العراقيون الآن مما دعت الكثير من الآباء أن لا يلتفتوا إلى تفاصيل حياة أبنائهم ويلتفتوا للبحث عن لقمة العيش أو للبحث عن الأمان أضف إلى ذلك هناك مؤسسات وجهات كثيرة استفادت من هذا الوضع الهش والرخوب فزادت من فعاليتها في ترويج المخدرات لأغراغ خبيثة موجودة في نوايا المحتل وفي نوايا أذنابه لغاية في أنفسه مرعوقة هذه الأمور تتطلب من الجميع أن نقف وقفة جادة بوجه هذه الظاهرة المراهق الذي وعيه قليل خبرته قليلة حالة بطالة يحيشها يؤدي الفراغ الطويل الذي يعيشه وقلة الخبرة والمتابعة يؤدي به إلى الجنوح إلى هذه الآفة الخطيرة التي إن لم نتداركها بوقتها وبوقت أسرع لابد أن تكون تداعياتها خطيرة جداً على المجتمع العراقي دكتور رافع الفلاحي الاتهام الأساس في انتشار التظاهرات يعني يتجه إلى الفساد الحكومي المالي والإداري لعب دوراً بارزاً عبر أطراف حكومية في السلطة ميليشيات فرق موت أحزاب حاكمة في انتشار هذه الظاهرة ظاهرة المخدرات وترويج المواد المخدرة إلى أي حد ساهم الفساد الحكومي في اتساع هذه الظاهرة في انتشارها في خروجها عن السيطرة وكيف ربما علينا تحدث عن ثلاث قضايا مهمة نعم القضية الأولى وهي تعلق بالفساد استشرح قضية الفساد المخدرات تعاطي المخدرات لا يتعلق بالمواد المخدرة اللي هي موصوفة مواد تستخدم يعني كمخدرات نعم بأسماءها الهيروين وغيرها وغيرها لا هناك أدوية هذه الأدوية سلاح ذو حدين لم تستخدم في مكانها الصحيح وكثير من الأدوية القسم منها نسبة عالية جدا منها تستخدم للتخدير كمخدرات استيرادات الأدوية لدينا في العراق التخدير طبيا تقصد نعم استيرادات الأدوية بدون رقابة نعم أدوية فاسدة تدخل شركات غير معروفة السوق العراقي مملوء سبعين أو سبعين بالمئة من الأدوية اللي موجودة في العراق هي فاسدة غير معروفة المنشئة تدخل عن طريق شركات وأشخاص وتجار كما يستوردون البطاطا والطماطا والبثنجان يستوردون الأدوية بهذه الطريقة ليس هناك رقابة كان هناك قبل 2003 هناك رقابة هذا ليس دفاعا عن نظام نعم يعني الآن نشير إلى واقع حال نشرح واقع حال كان موجود هناك رقابة على الأدوية كانت شركات الأدوية لا تصدر الدواء إلا بإشراف وزارة الصحة ولجان معينة ويفحص الدواء ومن شركات معروفة عالميا ولا ليس هناك رقابة على الأدوية لا توجد رقابة في الأدوية ووزارة الصحة تعترف بهذا الموضوع وكل الصيدليات تعترف بهذا الموضوع هذه الأدوية كثير من حبوبها وأدوية تستخدم كمخدرات الآن هذه نقطة مهمة جدا جدا وهي كبديل قوي جدا وتأثيراتها ربما أكثر من تأثيرات أي جزء من المخدرات هذه أو أي نوع من النوع المخدرات القضية الثانية وهذه تعلق بالفساد فساد حكومي هناك هؤلاء يتعاطون مع يعني وزارة الصحة وجزء وجزء يعني حكومية تتعاطى بهذا الموضوع قضية الفساد بالأدوية وبالتالي الدواء يصل إلى المواطنين بهذه الطريقة وتعاطون كثير من المخدرات من وراء القضية الأخرى المهمة قضية أن المخدرات في إيران يعني الحدود غير محمية في العراق وهذا جزء من الفساد في العراق عدم سيطرة حكومة فسادها رشاوة تأخذ عليها تدخل كثير من من الكميات الهائلة من المخدرات عبر إيران وتدخل إلى العراق لتباع بأسعار زهيدة ولذلك البصرة والعمارة هي الأعلى في نسبة المخدرات تعاطياً وتجارةً وفي اختقال الحكومة طبعاً الأسعار نفس المواد إيران تبيحها لدول أخرى بأسعار عالية جداً لكن في العراق تبيحها بأسعار زهيدة جداً الغاية منها عندما تفكر بهذا الموضوع ورعاة ظروف الاقتصادية الصعبة يمكن؟ أبداً هذا لغرض لغرض أن تجعل أكبر شريحة من العراقيين يتعاطون بالمخدرات سهولة تعاطيها لا تكلف كثيراً يريدون تخدير الشعب هذه واحدة من النقاط المهمة ما ستذكر دكتور في هذا الجانب قبل ثلاث أشهر حاوية بـ 18 مليون حبة مخدرة ضبطت في ميناء مقصرة 13 مليون تضبط واحدة هذه بـ 18 مليون وداخلة 8 مليارات أخرى دخلت هذه أكارثة كبيرة لما يدخل بحر لا أحد محيط لا أحد يعرف كميته العراق تحول إلى بلد منتج منتج نتحدث ربما هذه النقطة الثالثة الآن كثير من الأراضي العراقية تزرع بها المقدرات نعم ذكر رفاق الشيخ حليل نأف البرلمان الخشخاش يزرع بعلنا في جنوب العراق الآن يزرع إذن العراق منتج وبمصانع معينة هناك أسواق معينة بالعراق الآن هذه طيب لو لم يكن هناك فسادا كيف يمكن أن تباع أسواق على أرسل تباع المخدرات تباع على المخدرات إذن هناك فساد كبير إضافة إلى هذه هناك ميليشيات وقوى عسكرية تستفيد من هذه التجارة استفادة كبيرة هم يخطفون الناس يقتلون الناس على الأموال فهذه قضية تأتي لهم بالأموال تجارة مربحة جدا هذه تجارة المخدرات في العالم مربحة جدا جدا تجارة حرام لكنها مربحة هم يعرفون ذلك وإيران تعطيها بأسعار زهيدة لهذه الميليشيات إذن هناك يعني طيف كبير واسع من الفساد والخراب المقصود الفساد المقصود والخراب المقصود لغرض تخدير الشعب العراقي هذه الثلاثة النقاط عندما نبحثها بشكل واقع ننظر إليها بشكل واقع سنجد أن قضية المخدرات لم تأتي اعتباطا دخولها إلى العراق انتشارها بهذا الشكل اتساحها وستتسع أكبر وستكبر الدائرة وسيكبر التأثير والذين يسقطون في هذه الكارثة من العراقين أعداد كبيرة جدا جدا الآن 30% من الشعب العراقي الثلاثة الشعب العراقي سيصبح العدد بعد خمس سنوات أو أكثر من نصف الشعب العراقي ربما ثلاثين الشعب العراقي وهذه هنا تكمن الكارثة ومتجينة نشاهد طبعا عطفا على هذا الكلام الآن أتوقف عند هذا الفاصل ونشاهد في حديث حاكم الزاملي عضو التيار الصدري ورئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في حديثة عن من يروج ومن يدعم المخدرات في العراق نشاهد هذا اللقاء للزاملي ثم نعود لي كمان النقاش قضية المنافذ الحدودية مكتب القائد العام ومكتب رئيس الوزراء داخلين قوة بالمنافذ وشوف المنافذ أنا اليوم رحت زرية المخدرات لو شوف المخدرات يعني واحد يدق على رأسه البلد رح ينتهي انتشار المخدرات وخصوصا استهداف المناطق ذات الأغلبية الشيعية مثل ما جابوا داعش للمناطق السنية جابوا المخدرات للمناطق الشيعية وانتشرت بالطلاب الإعدادية هذول من ولي جابوا؟ أنا سأحشي لك طلاب الإعدادية طلاب الجامعات المناطق الفقيرة مدينة الصدر وغيرها ويتوها ببلاش وتدري دعم وفلوس وجهات متنفذة الحدود انفتحة جهات متنفذة 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 شيعية متنفذة وتعرفوها دكتور عبد الحميد العاني يعني مع اعتراف حاكم الزاملي بتجارة المخدرات ومن أدعمها الحديث عجز حكومي عن التصدي لهذه الظاهرة وترويجها أم القضية أن الحكومة منشغلة بتحديات أكبر قضية الإرهاب قضية الفساد وبالتالي هذه القضية يعني غير متغافل عنها لكنها ربما مؤجلة إلى حين يعني يجب أن نقرأ هذا التصريح مع تصريحات أخرى سابقة لهم جميعا أطراف هذه العملية السياسية بانتشار الفساد فيما بينهم هذه الأطراف هي منشغلة بهمومها الذاتية وهنا يجب أن نفسر هذا التصريح أنه هو ليس من باب الحرص والدفاع عن حياة المواطنين هو في إطار صراعهم داخل هذه العملية السياسية في إطار التنافس لكن هذا التصريح يدين الكل بلا استثناء حتى المتحدث وبالتالي هم لا يقجلون من ذلك لأنه سبقت لهم تصريحات ثانية يدينون أنفسهم بالفساد وبالرشاوة وبكل أنواع الفساد الآخر الذي أوصل العراق إلى ما وصل إليه من الهاوية المشكلة أن هؤلاء الطبق السياسي المسؤول عن هذا الحال الذي وصل إليه الآن قسم منهم مشترك كما جاء على لسانهم كما مرة وقسم من الآخر متشاغل عنها بهمومه الأخرى وهو ملء جيوبه بالمال الحرام بالصفقات الداخلية والخارجية وغير ذلك وأما العراقي أما المواطن أما هذه المشاكل فليس لهم بذلك أي اهتمام ولا انشغال بها ولا تعني لهم حياة العراقي لا أمنهم ولا صحتهم ولا مشاكلهم ولذلك نحن نراهم لم يعالجوا أي مشكلة أخرى فهل سيتركون الأمن والذي فقده العراقيون ليعالجوا هذه هؤلاء جميعا يشتركون في هذه المصيبة التي أوصلت العراق إلى ما وصل إليه الآن نعم أستاذ عبد الرحيم هودي في عمان الحديث عن المخدرات منتشارها في المجتمع يعني ظاهرة خطيرة يحذر منها وطبعا يدق لها نقوس خطر لكن الأخطر حينما يكون المستهدف شريحة المراهقين والشباب هنا تكون القضية أخطر ولابد من يتم التوقف عندها لماذا هذا التحذير من أن يكون المراهقون والشباب هم الفريسة الأبرز لهذه الظاهرة يا سيدي الكريم تشير الدراسات نعم إلى أن هناك واحد من كل ثلاثة مدمن أو متعاطي للمخدرات بالعراق وهؤلاء من ضمن شريحة 15 إلى 33 عام يعني فئة الشباب وهم الفئة الفاعلة في المجتمع عندما يستهدفون هذه الفئة فإنهم سيعطلون طاقات كبيرة من المجتمع التي هي حدود 30% وهذا أمر خطير له مرجوده وانعكاساته وانعكاساته الكبيرة على المجتمع من خلال إشغال أهلهم ومن خلال تعطيل هذه الطاقات عن أداء دورها ثم هذا الشاب الذي انشغل بتعاطي المخدرات أو أدمن عليها ستنعدم عنده أمور كثيرة أمور أخلاقية وينعدم عنده الضمير ويصبح إنسانا لا مباليا لا يهتم بما يجري لعائلته ومن باب آخر لا يهتم بما يجري لبلده وما يحيط بالعراق من تحديات مصيرية تفرض على الشباب أن يأخذوا دورهم والحقيقة يجب على كل فئات المجتمع الواعية ومنهم ومنهم مثلا علماء الدين الأكاديميين الأساتذة المدرسين الإعلاميين والصحفيين عليهم أن يأخذوا دورهم في توعية هذه الشريحة من الشباب وإبعادها عن هذه الآخر خطيرة وعلى أيضا على قوات الأمنية من الجيش والشرطة أن تأخذ دورها الحاسم في منع انتقال هذه المخدرات بين السيطرات وعليهم تفتيش كل عربة لكن المؤسف أن هناك تقرير أصدرته إحدى الجهات العسكرية يقول أن نسبة المتعاطين للمخدرات في القوات الأمنية ومنتسب الجيش هم 30% أي واحد من الثلاثة نعم 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 واحد بثلاثة لثلاثين بالمئة والمصيبة يتعاطونها أثناء الواجب فهذا الشخص اللي أنت موقفة في سبيل يحمي البلد وفي سبيل يحمي الشعب من آفة على سبيل المثال كهذه إضافة إلى مكافحة المفسدين ومكافحة الإرهابيين فماذا ننتظر منه وهو الأفندي قاعد ينطفي ونضيع صالي شعابه بالتأكيد سيختلط الحابل بالنابل وتكون نتيجتها وخيمة على البناء دكتور رافع الفلاحي يعني ظاهرة المخدرات تعتقد أنها ستواصل اتساحة وتفاقمها خاصة في ظو أن هذه التجارة مدعومة ومرعية من قبل أطراف نافذة كما تحدث حاكم الزاملي ميليشيات فرق موت هي من تتاجر بها وبالتالي حتى السلطة التقليدية لا تجروا ولا تملك الشجاعة على اعتراض العصابات التي تتاجر بها أو تروجها وبالتالي مرشحها لأن تتسع وتتفاقم وطبعا هذا معنى فتك بالمجتمع فتك بالمزيد من شرائح المجتمع خاصة الشباب والمراهقين انتشار هذه المخدرات يعني تعاظم انتشارها بهذا الطريق يدل على أمر مهم جدا جدا وعلى قسمها يعني تروج للسلطة روجو للمسؤولين في السلطة الحكومات من عام الفيلم الثلاثة اللي حد الآن بين العراق بلد وسيادة لو كان العراق بلد وسيادة يعني لما كان الحال قد وصل إلى هذا المستوى العراق بلد فاقد للسيادة من يسيطر على الساحة العراقية قوى خارجية وأولها إيران إيران ما دامت تريد العراق ضعيفا مخربا غير قادر على النهوض وهي مركز رئيسي لتجارة المخدرات ولصناعة المخدرات والمخدرات ماضية في طريقها ما دامت الميليشيات تحكم العراق ما دامت هي المسيطرة على كل الأمور لكن دكتور الحكومة وزارة الداخلية والقوات الأمنية تعلن يوميا عن إلقاء القبض على عصابات لترويج المخدرات في مختلف المناطق وطبعا أعداد كبيرة من المتعاطين من المتاجرين بالمخدرات وإدخالها الحكومة من 15 سنة لحد الآن لو تراجع كل البيانات التي أصدرتها أن ألقاء القبض على الإرهابيين يعني نص الشعب العراقي يولقي القبض عليهم وما زال الإرهاب وما زالت التفجيرات وما زالت القتل وما زالت العصابات تعبت فهذه البيانات والتصريحات هذه لا شيء حكومة فاسدة لا يمكن الوثوق بأي تصريح هي تتحدث عن سيادة والسيادة مفقودة تتحدث عن حرية والحرية مفقودة وديمقراطية واستقلال وكلها أكاذب مجرد أكاذب بدأ نشير إلى حقيقة مهمة وهي تتعلق بإيران بهذه الطريقة ولذلك المخدرات الماضية في طريقها وزارة الصحة العراقية كانت تحدث عن حالات وفاة حدثت بسبب المخدرات وأغلب حالات الوفاة التي حدثت بسبب المخدرات لأطفال في كربلاء في محافظة كربلاء وكربلاء كلنا نعرف أن الزوار الإيرانيين يذهبون إلى كربلاء والنجف مباشرة حالات الوفاة في كربلاء والنجف أعلى منها في كل المحافظات وحتى نسبة تعاطي المخدرات أعلى نسبة تعاطي المخدرات في كربلاء والنجف ثم البصرة وبغداد فإذن الزوار الإيرانيين هؤلاء اللي يدخلون ثلاث ملايين وربع ملايين وخمس ملايين ويتفاخرون بأنه دخلوا هلقة زوار في مناسبات دينية مثل ما يقولون كلهم يحملون المخدرات ولا أحد يتعرض لهم ويعني يحملون كميات كبيرة من المخدرات ويبيعونها بأسعار زهيدة جدا جدا لذلك هذه إضافة إلى قضية مهمة أيضا وهي من الحقائق أحد النواب خرج على الشاشة وقال أنه أحزاب في السلطة مسيطرة على السلطة تدير صالات للقمار والملاهي عندما تدير أحزاب للسلطة ملاهي وقمار هل نستغرب إنها تتاجر بالمخدرات أبدا هذه الأحزاب اللي لديها ميليشيات وتابع الإيران تتاجر بالمخدرات لذلك لا يمكن تصور إمكانية الحد من هذه الهيئة عليا لمكافحة المخدرات ما أعرف التسميات الغريبة عجبة مثل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والفساد العراق يعني من بين أكثر خمس دول فسادا في العالم فلذلك قضية المخدرات ماضية في طريقها والعراق في خطر كبير جدا نعم السيد عبد الرحيم هودي هل تعتقد أن التأثير والآثار السلبية لظاهرة المخدرات ومنتشرة في صفوف المجتمع ستقتصر فقط على متعاطيها سواء من المراهقين أو الشباب أم ستأمتد تأثيرات السلبية على المجتمع اللي لم يكن في الحاضر في المستقبل سيد الكريم التأثيرات السلبية التي يعانيها المتعاطي سواء كانت جسدية أو نفسية أو أخلاقية وطبية وحتى تأثيرات عقلية لها آثارها ومردودها الآخر على المجتمع وعلى المحيطين به سيعاني أهله ويعاني أخوته من وقوعه تحت براث هذه الآفة الخطيرة هذا سيدفعه إلى الجنوح والركون إلى العنف من أجل الحصول بسبب تأثيرات هذه المواد السلبية الخطيرة على الصحة والركون إلى العنف من أجل الحصول على المال لكي يؤمن حاجته لهذه المادة ثم تنتقل المشكلة وينتقل العنف عنده وينمو نحو محيطه الآخر نحو محلته وأقرانه وزملائه ويسرق وقد يصل به إلى الجريمة من أجل إيفاء هذا المتطلب الذي تعود عليه جسمه نتيجة الإدمان هذه المواد التي أصبحت كما أشار الأساتذة الأفاضل إلى أنها موجودة ومتوفرة في كل مكان حتى الأدوية الطبية التي كانت مختصة بالطب أصبح الأطفال والمراهقين يتناولوها بهدف الحصول على شعور بالتقدير وشعور بالنشوة لكن لها انعكاسات خطيرة وسلبية على حياتهم نعم أيضا في التقارير أو الدراسات الميدانية يعني تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن هذه الظاهرة تنتشر وعلاقة طردية بنسب ومعدلات الفقر والبطالة وأيضا يكون انتشارة أكثر في المجتمعات العشوائية في المجتمعات السكن العشوائية يعني هناك علاقة طردية بين هذه الظاهرة وبين يعني هذه الظواهر الفقر، ظواهر العوز، ظواهر البطالة السؤال للي عفوا نعم نعم لك عفوا نعم ممكن الربط الجدلي بين حالات الفقر وحالة التهميش اللي يعيشوها فئات كثيرة من المجتمع العراقي حالة اليأس تدفعهم إلى إدمان هذه المادة الخطيرة من أجل أن ينسون واقعهم النزر والمؤلم الذي يعيشون فيه وهذا طبعا لا ينفي أن ينجرف نحو هذه الآفة الأثرياء والأغنياء وخصوصا أولاد الفاسدين والمفسدين الذين تنهال بين أيديهم وتتناثر ملايين الدولارات ولا يعرفون أين يصرفونها الكل واقع تحت تأثير هذه الآفة الخطيرة التي إن لم يتداركها المخلصون بهذا المجتمع ويقفوا بوجهها سيكون لها آثار سلبية جدا خطيرة على تكوين وبنية المجتمع العراقي أخلاقيا ونفسيا وحتى وطنيا وندعو من الله أن يحمينا من هذه الآفة ويحمي أبناء الشعب العراقي شكرا للإعلامي والتربوي الأستاذ عبد الرحيم هودي كنت معنا من عمان عبر الاسكايب دكتور عبد الحميد العاني مع استمرار هذه الظاهرة ودعمها من قبل أطراف في السلطة وأطراف قوية ونافذة كيف يمكن تصور المجتمع بعد سنوات إذا ما استمرت هذه الظاهرة على وطيرتها وربما أيضا زيادتها في ظل واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مشوه ومحطم أسمح لي أول شيء أعقب على أمر وهو مكمل أيضا ويوضح جواب ما سألت عنهم وهو لماذا الشباب تحديدا هناك بعدين البعد الأول أن طبيعة الشباب لديهم الاستعداد لتجربة هذا الشيء الغريب وغيره ثانيا حالة أن الشباب أقل ضعف للوعي والثقافة ولا سيما أن هؤلاء الآن الشباب اليوم هم نتاج 15 عاما من انهيار المرضومة التربوية والأخلاقية وغيرها من المشاكل الشباب هم الذين يعانون حالات الإحباط واليأس منها البطالة وغيرها ثانيا يستهدف هذه الفئة من قبل الآخر الأعداء لأن الشباب هم العمدة في بناء الوطن ونهضته وهم العمدة في التغيير وهم الذين يؤمل أنهم يتصدون للبطل ولمشاريعهم لذلك إذا بقي الأمر على ما هو عليه فإن خطرا داهما لن يعم العراق فقط وإنما المنطق لأن العراق كما ذكر الأساتذة بات مصدرا مصنعا ومصدرا هنا علينا جميعا أن ندق ناقوس الخطر لهذا الأمر إعلاما ومدارس ومفكرين وعلماء دين والأسرة لا بد أن يبدأ الأمر بالأسرة أن تنتبه لأولادها من هذا الخطر أن تراقبهم بكل صغيرة وكبيرة وإلى السلطة غسلت أيدها إذا كانت هي المسؤولة ومشاركة هذا نحن نتكلم عن منظومة من الفساد ومن المشاكل المأساوية هذه واحدة منها نحن نتكلم الآن عن حل آني لمن يستطيع أنه يوقف حده أما المسؤولية الكاملة فنحن لن نستطيع أن نقول الجزء الأمنية أو السياسية أو غيرها نحن بحاجة إلى تغيير جدري في العراق لننقذ العراق من المآسي التي أصبحت مترابطة فيما بينها التعليم البطالة الفقر الصحة ومنها هذا الأثر الكبير الذي نحن نرى الآن الشعب العراقي يرى آثاره على أبنائهم في يعني بات الظاهرة الآن منتشرة في بين هذه الفئة فئة الشباب ونزلت إلى المراهقين بل وصلت إلى المدارس الابتدائية كما تشير بعض الإحصائيات وهذا خطر كبير وداهم شكرا دكتور عبد الحميد العاني إذن نأتي لناية هذه الحلقة التي بحثت في ظاهرة انتشار المخدرات في العراق وتأثيراتها السلبية والأطراف التي تدعمها أو المستفيدة منها لم يبقى لنا إلا نشكر ضيوفنا دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام فيها علماء المسلمين ونشكر أيضا التربة والإعلامي الأستاذ عبد الرحيم هودي كان معنا عبر سكايب من عمان نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود ليرفضنا دكتور رافع الفلاحي بخلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة موسيقى 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 إذن دكتور يعني ما السبيل للخلاص من هذه الظاهرة ظاهرة المخدرات وبقية الظواهر السلبية التي تفاقمت التي برزت بعد 2003 والتي تفتك بالمجتمع تفتك بالدولة ما السبيل الخلاص منها كان العراق في السابق خاليا من المخدرات لأنه كانت هناك ثلاثة عوامل أساسية موجودة ومرتبطة بوجود حكومات ودولة موجودة الأول هو وجود قوانين راجعة كانت تصل إلى عقوبة الإعدام لمن يتعاطي وتاجر بالمخدرات لذلك كانت العقوبة قاسية جدا والكل تخافها كانت هيبة الدولة موجودة ثانيا الرفض الاجتماعي كان هناك رفض اجتماعي للتعاطي بهذه القضية أو التعامل معها كان هناك وعي ديني وعي أخلاقي وعي أسري هذا كله الآن مفقود الجانب الآخر كانت هناك رقابة رقابة حكومية ورقابة شعبية موجودة في الشارع ترفض هذه القضية هذه أيضا مفقودة الآن هذه العوامل الثلاثة ترتبط بوجود حكومة بوجود سيادة بوجود دولة ترعى المواطنين عندما تحدثني عن العراق اللي هو واحد من أكثر خمس بلدان بالعالم فساداً تحدثني عن العراق اللي الجهل به الآن أكثر من سبعين بالمئة أمية تحدثني سبعة واربعين بالمئة أمية عفواً تحدثني عن بلد خدماته غايبة خمس ملايين من شبابه وخيرة كفاءاته غادروا العراق نازحين خراب فقر عشر ملايين تحت خط الفقر يأكلوا من المزابل عندما تحدثني عن هذا وتتحدث عن المخدرات تقول أنها ظائرة طبيعية أن تظهر في العراق لم تظهر هذه الظائرة في العراق بهذه الطريقة ونعرف أيضاً إضافة إلى هذا إيران التي تزرع وتنتج وتصدر المخدرات هي جار العراق وتريد إظهار في العراق وأمريكا التي لديها مشروع لتخريب العراق أقول لك أن الوضع طبيعي لذلك القضية تتعلق بوجود دولة بوجود حكومة بوجود مشروع وطني يحافظ على الناس ويحافظ على الناس شكراً دكتور نلتقي في الأسبوع القادم شكراً جزيلاً بارك الله